إلى شان اليمني حيث طالب نائب ورئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح طالب المجتمع الدولي بموقف دولي حازم وحاسم لردع الانقلابيين الحوثيين وذلك بعد عرقلتهم لمشاورات جنيف وأشار الفريق محسن إلى إفشال الحوثيين لجهود السلام ومشاورات جنيف في ظل حرص القيادة السياسية على إحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث الذي من شانه أن يؤدي إلى وقف معاناة اليمنيين وفي شأن آخر دعا نائب الرئيس اليمني دعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم الحكومة الشرعية في سبيل الحفاظ على العملة الوطنية لبلاده التي تواجه انهيارا في قيمتها أمام العملات الأجنبية وثمن نائب الرئيس اليمني الدورة الأخوية الذي تقوم به المملكة في الدعم ومساندة اليمن ومنها الوديعة التي وضعتها في حساب البنك المركزي اليمني في عدن وقرارها لدعم محطات الكهرباء في اليمن بالوقود